السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو في هذا الفيديو سنتكلم لكم على سرعة الانترنت خلال الحجر الصحي حاليا تنايشوا حالة الطوارئ الصحية بتاليفها الناس كاملين كيتواجدوا في المنازل ديالهم والانترنت لديها وحد ضغط له كبير يختم بها من المنزل دياله ويقرأ بها الدروس دياله بنسبة التلاميذ والطلبة ويستعمالات الاخرى باش ندوزوا الوقت وما نقنطوش في المنازل ديالنا يوتيوب فيسبوك وواتساب بلساب الفيديو وغيرها من الاستعمالات اذا هناك واحد الاستهلاك غير عادي لتاتا هناك واحد الاستهلاك غير عادي لانترنت فاني سيأترى صبيب للكونيكسينا للكونيكسينا سيأتي بطيئة وخصوصا شبكات الكاتجي على الشبكات الكاتجي حيث في المغرب الأغلبية الناس كي يستفدو من انترنت عن طريق الكاتجي لا يوجد كل شيء يوجد لها في الدار و لا يوجد كل شيء يوجد لها فيبغة في الدار لذلك سباكة 4G عليها واحد ضغط كبير والقاعدة تقول بالنسبة لكار جي إذا كان عليها واحد ضغط كبير يعني هناك بثاف دين الناس متصلين بالانترنت عن طريق الكار جي في نفس الوقت فأوتوماتيكما لديبي كهبط الصابيب كان خفض لنا وتتولي عدة الانترنت بطيئة لذلك هذه حالة استثنائية والناس الذين يقولون لك أن العرض الأورنج لا يوجد كما كان والعرض الاتصالات لا يوجد كما كان 9 شفارة، 2 شفارة، 1 شفارة، أورنج شفارة لذلك حاليا تنعيش من واحدة الحالة التي هي استثنائية و لا يمكننا أن نضع اللوم دينا على شركة الاتصال ونقولوا أن العرض لها لا يوجد كما كان لذلك فأنا لاحظت أن صابيب الانترنت يكون مزيان خلال الساعات المتأخرة من الليل وبالنهار يعني في الصباح تبدأ الكنيكسيون تكون مزيانة ولكن عندما تصل إلى القاعدة الثلاثة الثلاثة يبدأ وفق الخط وكل شيء يكون مزيانة في الانترنت بشكل مزيانة بشكل مزيانة بشكل مزيانة ولكن هنا تبدأ الانترنت دينا تتولي الاتقال وتنولي أن نعانيهم العديد المشاكل حيث الديبي يكون لدينا عبط لأخوان تنتمنى من الله أن يكون لدينا هذا الوباء وإن شاء الله ترجع الحياة كيف ما كانت والانترنت كذلك صابيب يرجع كيف ما كان إن شاء الله تنتمنى أن هذا الفيديو هادي تكون عجبتكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر